هل النظام ساعد صحيح ومختلف سياسيا مع هذه المناطق ومع هؤلاء السكان وعنده غضب سياسي لكن في الحالات الإنسانية تتلاشى السياسة يعني الإنسانية قبل السياسة وبالتالي هل قدم ما عليه النظام باعتباره هو يقول أنا رئيس الدولة كلها وبالتالي الدولة كل الدولة بما فيها المناطق المعارضة والمناطق المولاة ملاش علاقة سياسيا يعني متكلم إنسانيا هل أنت تابعت في فرق غفية خرجت من سوريا من دمشق عفوا بدأت تؤدي دورها في أدوية في علاج في أشياء من هذا القبيل في خيم النظام السوري لو كان يعرف شيء من الإنسانية لما حدث ما حدث خلال هذه السنوات الأثنى عشر الماضية استعمل كل الأنواع الأسلحة المحرمة الدولية من الكيماوي والفوسفور الأبيض والمدافع والصواريخ هل من المعقول أن النظام سيرسل هذه المساعدات الغاثية أو الإنسانية إلى مناطق هي بنظره يجوز قتل كل من عليها بل على العكس من ذلك يا سيدي ليلة أمس في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل قصفت قوات الأسد بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مدينة مارع التي أيضا شهدت هذا الزلزال وتأذت بشكل كبير وسقط الكثير من القتلى والجرحى استهدفت هذه المدينة بقذائف المدفعية التابعة لقوات النظام السوري لكن هنا أريد أن أذكر نقطة حقيقة لم أتبين من صحة هذه الرواية بأن الإدارة الثانية وقوات السنوات الديمقراضية أبدت استعدادها بالدخول أو مساعدة أو فتح شريان باتجاه مناطق المعارضة وكان هناك رفض من المعارضة السورية لهذا الطرح حقيقة حاولت أن أجد تصريحات رسمية على هذا الأمر لكنها لم تتبين لي فقط بعض الإدعاءات وأقاويل من بعض الصحفيين التابعين أو الموالين لقوات سوريا الديمقر نحن نبرئ ذمتنا الصحفية في إطار أن هذا سؤال ترد عليه دمشق في إطار فعلا هل قدموا مساعدات لهذه المناطق باعتبار أن هي مناطق سورية وهؤلاء مواطنون سوريون وهل فعلا عرض عليهم مساعدات تنزل طائرات إغاثية في مطار دمشق ورفضوا هذه أسئلة يعني نحن ليس لدينا المعلومة التي نجيب عليها لكننا نطلقها هكذا حتى يتم الرد عليها ببيان رسمي أو حد يطلع يكلم معنا على هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر